فكرة انه رغم الغلاء احنا محتاجين ترشيد في الظل اللي بيحصل حوالينا ده هتقولولي ان نرشد في غلاء هقولكوا اهو احنا لازم نرشد وفي غلاء والترشيد لحياة افضل لحياة اقمن احنا لما هنرشد ونلم ادينا شوية في حاجات فترة الحياة طول شوية يعني خدوها بالفكرة دي نرده لقيت مقال الحقيقة يمكن بيتكلم بشكل واضح على فكرة الدعم النقدي والمقال للدكتور شحات غريب هو من وجهة نظره شايف انه الدعم النقدي ضرورة حياة انا شايف انه الترشيد ضرورة حياة هو شايف انه الدعم النقدي ضرورة حياة تحديدا بشكل واضح اولا برحب بيك دكتور شحات اهلا بحضرتك يا أستاذ عزة وكل سلام وحركة طيبة وحضرتك طيبة ليه شايف انه الدعم النقدي افضل للمواطن من العين بشكل واضح ومبسط وسريع بشكل واضح ومبسط وسريع يعني يمكن في نص دقيقة الاول احنا علينا كثير جدا من منظومة الدعم العيني ولم تحقق المستهدف منها عندي الدولة المصرية عليها انتظامات دستورية والجنيه يتحدث عن العدالة الاجتماعية ويتحدث عن كفالة الدولة للأمن الغذائي وخلابه وبذلك انا ارى ان الدعم النقدي يحقق العدالة الاجتماعية لماذا يحقق العدالة الاجتماعية تعمل النقدي لانه يؤدي الى تعزيز الاستقرار الاجتماعي ويقضي على الفجوة لانه يؤدي طب معلش دكتور دكتور شحات ده كلام اكاديمي اقدره تماما فقراسي لكن بشكل بسيط اقول للمواطن انت لما تاخد فلوس في ايدك افضل ما تاخد حاجات ليه ببساطة شديدة وبعيدة عن الاكاديمية ايوة انا المواطن ببساطة شديدة الاول لما كانت الدولة بتاعة من السلع نفسها وبياخد سلع معينة الشارع المصري اوستاذ عزة ايه اللي كان بيحطر ان كان المواطن بيبيع هذين السلع ويحصل على مبلغ معينة بس ده مش في المطلق معلش ده مش في المطلق وبالتالي المواطن المصري البسيط لما يبقى فيه المبلغ النقدي وبالتالي يقدر انه هو يكفي احتياجاته ويقدر انه هو يلدد المطلق التي يحتاجها بالسلع احتياجاته الفعلية احتياجاته الفعلية اولا اتبع اقول له حبيبتك على حاجة هو دلوقتي لما المواطن ياخد دعم نقدي معين ايا كان هذا المبلغ حسب ما تحدد الحكومة هذا المبلغ وفق لمعاييره القواعد معينة هو المواطن دلوقتي لما بيبقى فيه مبلغ معين مش يقدر يوجه المبلغ ده تبقى لأولوياته أولوياته وبالتالي يحقق لي المواطن وخاصة المواطنين اللي هم الاولى بالرعاية والاقصر احتياجا انه هو عندهم القدرة انه يحدد احتياجاته الاساسية ويحدد اختيراته الاساسية يبقى حيبقى المواطن كما فهمت من المقال وكلام حضرتك حيبقى المواطن هو اللي بيحدد احتياجاته اولوياته وليست وزارة التموين او الحكومة او 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 اي امكان ولكن بس بشرط يا اصدعات ولكن بشرط الهم جدا لأنه كل اللي هم المتخوفين من الدعم المضي مسألة التضخم وغلاء الاسهار وليست بقدر الحكومة انها تصابع هذا الامر ويبقى فيه عندي لجنة مسؤولة عن مراجعة قيمة الدعم النقدي كل فترة ده لازم بهذا ربط قيمة الدعم بمعدل التضخم بمعدل التضخم تمام وعند كمان يعني ممكن الامر يعني كوجة نظر يطبق بشكل تدريجي يعني ممكن يطبق كمرحلة اولى انا عجبتني الفكرة دي عجبتني الفكرة اللي حضرتك طرحتها دي بشكرك شكرا جزيلا دكتور شحادة غريب دكتور شحادة في المقال طالح فكرة ولا على فكرة احنا ممكن نطبق فكرة الدعم النقدي ده ونجربه على بعض المحافظات ونبدأ ندرس ونشوف مع الوقت احنا ممكن لو فيه اي نقاط محتاجة تثبيت او تعديل عجبتني الفكرة عشان كده احنا محتاجين طرح افكار احنا محتاجين نفكر نتكلم مع بعض ليه لانه ده في الصالح بتاعنا كلنا للاصلح فكرة تطبيقه او محاولة تطبيقه في البداية على بعض المحافظات ودراسة الفوائد نقاط الضعف نشتغل عليه وبعد كده تطبق بشكل عام ده شيء عجبني جدا في طرح المقال ترجمة نانسي قنقر